ومنذ اليوم الأول نحن لم نتعامل مع مقترح القانون هذا على أنه عمل فردي أو إنجاز فردي وإنما هو عمل الجميع وأي كتلة ستقف مع هذا القانون هي في الحقيقة سيكون لها إنجاز يحسب لها إنجاز وقبل ذلك هو مسؤولية دستورية ومسؤولية شرعية علينا جميعا المضي بالتشريعة سبق أن أكدنا بأن تقديم مقترح القانون هذا يأتي انسجاما مع أحكام الدستور العراقي وتنفيذا لأحكام المادة 41 من الدستور العراقي التي نصت بشكل واضح وصريح على أن العراقيون أحرار في أحوالهم الشخصية بحسب دياناتهم ومعتقداتهم ومذاهبهم وينظم ذلك بقانون المقترح جوهره وهذه النقطة الأساسية وبالتالي كل ما تسمعونه من كلام أو اتهامات أو ادعاءات تتعلق بتضمين المقترح نصوص تخص زواج القاصرات أو تحديد سن معينة هذا الأمر كله غير صحيح ونفيناه سابقا ونؤكد نفيه الآن بأن مقترح القانون لا يتضمن أي من هذه الأمور وليس فيه مساسا بحقوق المرأة على العكس من ذلك أعتقد أن ما يتضمنه الفقه الإسلامي وأنا أتحدث بشكل خاص مثلا عن الفقه الجعفري على اعتبار معرفتي به من حقوق للمرأة هي أكبر مما يتضمنه القانون وأعتقد كذلك بأن كثير من النساء بعد التشريع ووضع مدونة الأحكام الشرعية ستتمنى لو أنها كانت قد عقدت زواجها وفقا لأحكام هذه المدونة لما ستراه وتجده من حقوق بمقتضى الفقه الإسلامي وخاصة على المذهب الجعفري مثلا هي أكثر من ما موجود في القانون